تتعمق أزمة الطاقة في أوروبا وتتسع ارتداداتها على الصعيدين الاجتماعي والسياسي ليدخل فلاديمير بوتين على الخط حينما برأ بلاده من مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لأعلى مستوى لها في القارة العجوز من غير المنصف اتهم لوسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لمستويات قياسية في أوروبا شركة غاسبروم كان عليها تلبية جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية طويلة الأمد قبل التوريد للأسواق الفورية قراءة بوتين للأزمة الطاقوية التي تعصف بأوروبا لم تتوقف هنا بل امتدت لاتهام ألمانيا بإعادة بيع الغاز الروسي لأوكرانيا البلدان التي أبرمت عقودا طويلة المدى مثل ألمانيا لديها الآن أسعار أقل بكثير ويمكنها حتى أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقيق ربح لا شك أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا يعد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا أوروبا خلقت مشكلتها المتعلقة بالغاز بنفسها وعليها أن تحلها بنفسها على وقع التصريحات والتصريحات المضادة تترنح الأزمة الطاقوية في أوروبا في حالة تبدو أنها مقبلة على فصول جديدة في ظل تصاعد حدة الحجد العسكري على الحدود الروسية الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر